ايزائي طلبة الطالبات الصف الثاني الثانوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلنا لفينال تيستي ففتين يلا بينا نحلوا بدون مقدمة يلا بينا نقول بسم الله ايزائي الطالبات الصف الثانية من الوصف الثانية او سيدة المطافة اظهرت ايزائي الطالبات الصف الثانية من الحريق يبقى نقول valueless يعني بلا قيمة طبعا في كلمة valuable أو value بمعنى قيمة أو يقيم ماليس يعني كلمة ماليس دي دي معنى حقد ولا عزو بالله ولا tiny بمعنى ضئيل أو صغير ولا enormous طبعا enormous هي الإجابة الصحيحة يعني شجاعة ضخمة نمبر تو the youth group organized musicians to play those concerts for the building of hospitals يعني مجموعة الشباب the youth group نظامت musicians يعني جمعت أو نظامت موسيقيين وعازفين to play لكي يعزفوا تمام في benefit concerts يعني benefit concerts يعني حفلات موسيقية خيرية بتساوي كلمة charity concerts for the building of hospitals لبناء المستشفى طبعا عايزة أقول حفلات موسيقية خيرية إما أقول benefit concerts طبعا concerted معنى حفلة موسيقي أو أقول charity concerts اللي اتنين بيساويوا بعض نمبر ثري Mr. Assam's Dots for the new position as a manager is not in question he is very efficient يعني efficient حباب يقولولي يعني كف ملاءمة أو تواؤم أو مناسبة أو كفاءة Mr. Assam للposition الجديد يعني position يا جماعة المنصب الجديد أو الوضع أو المكانة كمدير ما ينفعش حد يسأل فيها تمام يا شطار ليه؟ لأنه هو كف يبقى إجابة طبعا هناخد من intention sickness واحد دولة مش فتنس دي معناها ليقة بدانية لا يا حبيبي معناها ليقة بدانية ومعناها ملاءمة أو تناسب تمام فهناخد طبعا الإجابة الصحيح هنا فتنس تمام احنا فين طبعا الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى وبنختارها على حسب الصياق most countries of the European Union رقم 4 يعني معظم دول الاتحاد الأوروبي حطينا زي طبعا لأن كل المنظمات الدولية تسبق بدا use a currency زيورو بيستخدم عملة أحادية لها طبعا كلمة single تمام single بمعنى فردي أو أحادي ومعناها كمان أعزب لو بنتكلم بقى عن marital status marital status اللي هي الحلميني الاجتماعي بنساهش كلمة مهمة جدا 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 نحناخد طبعا كلمة single تمام العكسها marital طبعا بالنسبة لأعزب ومتزوج number 5 Mr.Ahab is very if he says he will do something لو وعد أنه يعمل شيء he will do it سيبقى طبعا reliable يعني إيه شطار يعتمد علي أو مصوق فيه تمام number 6 don't be rude to others أو تكون واقح مع الآخرين أو غير مهزب مع الآخرين rude to لعكسها like to you won't like it لن تحب أن يحدث لك هذا الأمر when they give you a test احفظ التعبير ده كبير give give a test of your own من يكمل مصطفى يقول لي يا مستر التعبير ده احنا حافظينه لو ه give a test of your own medicine تمام طبعا احنا اخدناها اعتقد في الوحدة التانية مع iron woman المرأة الحديدية ان هي give the mana test of their own medicine يعني شربته من نفس الكاس أما لوسه النهر الناس معايا يبقى التعبير احفظه give a test of your own medicine بمعنى يضيقك من نفس الكاس أو يعذبك زي ما عذبته زي ما احنا بنقول كده طيب number seven احفظ التعبير ده مهم جدا number seven يلا يا علا عزك تحليل الجملة دي I have not heard from him لم اتلقى منه اي اخبار خد بالك الفرق بين hear from hear of او about hear from يعني يتلقى رسائل مكتوبة من شخص اما hear of او about يسمع اخبار عن شخص من ناس تانية فاهمتم فاخدوا بالكم اللغباتش من الاثنين I haven't heard from him since he went abroad منذ ان سافر للخارج حلو مدارع تام سنسى ماضي بسيط طب من من دول علامات ماضي بسيط طبعا اللي جابه years ago وصلت يا حبيبي يبقى هناخد من طبعا years ago طبعا عارفين نأجو من علامات الماضي البسيط تيجي في بداية الجملة وفي اخيرها بس يجي قبلها من طبعا مدة زمنية محددة وصلت يبقى هناخد طبعا a year ago اللي بعده number eight they signed the contract يعني ايه وقعوا العاد the contract يعني العاد they had agreed on all the points بعد ما اتفقوا مع بعض على كل النقط يبقى هنقول مع بعض الاجابة after طبعا they had agreed on all the points يبقى هم وقعوا العقد بعد ما اتفقوا على كل النقط قاعدتي دي قاعدة after سماعي كده يا سما القاعدة دي سما تقول يا mister after في النص قبلها ماضي بسيط يعبر عن حدث ثاني اللي هو second action وبعدها ماضي تام best perfect expresses the first action يعبر عن الحدث الاول برافو عليك يا ابن طبعا عكسها قاعدة before by the time before بقى العكس يقاب لها الماضي التام كحدث اول وبعدها الماضي البسيط كحدث ثاني زي for tell و until قاب لها ايه يلا يابو علي يابو علي يولا mister يقاب لها ماضي بسيط منفي تمام سواء طبعا معلومة او مجهول وبعدها طبعا ماضي تام الله ينور عليك طبعا صو ما تنفعش من المعروف بشكل كبير او من المشهور ان التدخين قد يسبب لك ضررا كبيرا طبعا نحفظ التعبير دو هارم يعني يسبب ضررا تمام القاعدة اللي خدناها ات موجودة هيت وفي ذات يا حبيبي بح تاخد في النص بينهم الاتنين شكل من الاشكال وطبعا هتلاقي من صلى الله عليه وسل الله وهزبين افرد الثلاث موجودين له في الغالب بيجي واحد منهم بس في تختار از او او هزبين طب افرد لقينا بقى از ووز وهزبين او از ووز موجودين تمام ايه المشكلة على حسب حبيبي جملتك مضرع وماضي طبعا هنا هناخد لان دي حقيقة صح والغلط بقولك من المعروف وما زال من المعروف دي حقيقة ان التدخين ها يسبب لك الضرر او يسبب لك المعاناة طبعا ما انا مفعش هنا وز ليه معناها في القاعدة لان جملتك مضرع لكن لو جملتك ماضي تمام كنا اخدنا وز لو جملتك مضرع تام كنا اخدنا هزبين وطلت تمام number 10 how did you like the film كيف احبابت الفيلم وي رأيك في الفيلم I was very disappointed ده انا كنت غير راضي اوي ليه الفيلم it was boring يعني boring الفيلم كان ممل ربما ما نفعش بوريد يشعر بالملل ما نفعش بوريد يملو الملل ذات نفسه تمام وبرد بمعنى يشعر بالملل يبقى الاجابة صح بورين قلنا ان الصفات اللي اخرها اي نجيب تعني ان الشيء او الشخص هو مصدر مين الصفة صح ولا انا شباب طيب والصفة اللي اخرها دي تيجي مع مين مع الاشخاص زي الفل ولا ايه زي الفل قم 11 حتب بقية يا شباب يلا بينا كيك هنا اسم لا يعد خد بالك طالما قدامك كيك يبقى عملها معاملة مين الاسماء لكن لو لقيت كيك سعملها معاملة الجامع طيب كيك لا تعد ناخد معها مين بيس ما فيش ا انتو عمفل لو فيه قبل النقط ما فيش ا قبل النقط يلا نرميها من الشباك طيب وان ما تنفعش معايا صح ولا يا جماعة الاسماء اللات اللي هتعد اللي هتصبق بعدد ولا بوان طيب الفيو بتجي قبل الاسماء المعدود يبقى مفيش قدامي اللي بتجي قبل الاسم غير المعدود طيب دي كانت كيكس زيز كيكس كنا اخدنا ساعتها افيو او ميني اه تمام التعبيرات اللي بتجي قبل المعدود طيب يلا هل تحبوا مشاهدي التلفزيون القاعدة بتقول ايه القاعدة بتقول ايه يا شباب احفظ قاعدة التفضيل مهمة جدا يبقى فاعل بريفير فيرب اي ني جي او اسم ثم تو ثم هم فيرب اي ني جي او اسم طيب لو افرد لقينا بقى مش بريفير لقينا وط بريفير الموضوع يختلف ساعتها تقول ايوت بريفير بلينج جيمز هم رازر زان هم تمام وتحط بعد كده الفاعل فين في المصدر ووتش تيفي لكن الاصل في القاعدة فاعل بريفير فيرب اي ني جي تو فيرب اي ني جي الى حد ما صعب انا عايز صيغة مقارنة لوجود مين زان طيب صيغة مقارنة لان الصفات الطويلة زي يجي قبلها في المقارنة مور او لس مش نماشي معاي خالص مصد لا ده مصد دي حبيب قلبي مصد ديفيكالت ده صيغة مين تفضيل يعني مقارنة بين شيء ومجموعة او شخص ومجموعة ما فيش زيء حتى موجودة يبقى الاجابة طبعا مور ديفيكالت زان اي اكسبكت دي الاجابة الصحيحة نمبر فورتين السينما اذا بليس ور فيلم يعني السينما هي المكان حيث الافلام تعرض تعرض ولا تعرض لا تعرض يبقى جملة مبنية للمجهول بأسف يبقى هنقول ار شوينج ولا شون ولا ار شون طبعا الاجابة هتبقى ار شون تعرض مبنية المجهول في زمن المدرع البسيط مفعول ام از ار ثم التصريف الثالث للفعل نمبر ففتين ويموف دي تو لندن انتقضنا لندن افيو يرز اجو منذ سنوات قليلة اندهات خد بالك ابلها مين كأنها بالضبط ام او از او ار او از او ممكن ابلها جت كمان ونجأ ابلها بي كام مفيش مشكلة المهمة في فاصل ابل يوز دي تو في كلمات ابل يوز دي تو فناخد على طول اسم او فيرب اي 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 يبقى جت يوز دي تو هي ام او او ار تطبع باسم او فيرب اي ان جي يلا الجملة الس الاشر والاخيرة تمام لذا لا نحتاج للشمسية عشان كده مش محتاجين للشمسية النتيجة مش محتاجين للشمسية لانها توقفت عن مين عن المطر يبقى هز stop دي الفعل حدث في الماضي او منذ لحظات ولكن تأثيره موجود في الوقت الحاضر يبقى طبعا زمن المضارع التام يلا بينا ننتقل ل سؤال الترانزليشن سؤال الترانزليشن بس نصلى عن النبي صلى الله سلم خد بالك من الكلمات المظللة سيكون بنك المعرفة المصري اللي هو مين The Egyptian Knowledge Bank The Egyptian Knowledge Bank اللي هو اختصار EKB تمام اختصاره كلمة EKB تمام يعني بنك المعرفة المصري تمام سيكون بنك المعرفة المصري احد اهم مصادر المعلومات لهذا السبب يمكن لجميع الطلاب المصريين كلمة مصادر او مارد لك كلمة resources او resources مفيش مشكلة sources افضل كمان هنا لهذا السبب يمكن لجميع الطلاب المصريين والمدرسين وعلماء الجامعة ورساد الوصول اليها يبقى Egyptian students teachers university scholars or scientists انا بس اصرت احط scholars عشان انا جب لكم كلمة بتسوي scientists يبقى can have access to it ممكن يوصلوا اليها 26 translate into English تمتلك مصر العديد من الاعمال الهندسية المذهلة سواء القديمة او الحديثة لذلك تجذب الزائرين من جميع انحاء العالم الذين يستمتعون ايضا بجوها الرائع يلا بينا مترتيب الجملة فعل وفعل القواعد الترجمة ونخمن لو كلمة صعبة نخمن ونخلي لقبلها لبعدها طب كلمة مستر مش عارفها اصلا في الترجمة اجيب كلمة نعرف هتقدي نفس المعنى هاخد الفول مارك عادي خاص يلا يبقى هنقول ايجيبت بوزيس او هاز او انز معنا تملك العديد من العمال الهندسية او اقول الهندسية اقول وهذا يجزم زوار من جميع انحاء العالم والذين يستمتعون بالجو الرائع يبقى تمتلك مثل العديد من العمال الهندسية المذهلة سواء القديمة او الحديثة لذا تجزب الزائرين من جميع انحاء العالم الذين يستمتعون ايضا بجوها الرائع انولها كمان مرة ايجيبت بوزيس او هاز من اميز انجينير ووركس الى هنا يكون انتهينا من حل الامتحان الخامس عشر القاكم ان شاء الله على خير مع الامتحان السادس عشر باذن الله تعالى ما تنسوش بقى اجابات كتير يا حبيبي واللي ما اشتركش في القناة يشترك واشوفكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته